استقبل مطار العريش الدولي اليوم طائرة مساعدة إنسانية إماراتية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش الدولي بأن الطائرة تحمل على متنها 26.5 طن مساعدات غذائية وإغاثية للأشقاء الفلسطينيين هذا وأضاف المصدر أنه جرى تفرغ شحنة الطائرة وتم نقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري وذلك بالتنصيق ما بين الهلال الأحمر المصري مع نظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وأضاف أن إجمالية عدد الطائرات التي وصلت مطار العريش حتى اليوم بلغ ما يقرب من 748 طائرة منها 608 طائرات مساعدات وفضلا عن 140 طائرة وقود أو وفود دولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر